على الرغم من أجواء التشكيك السياسي بإمكانية إجراء الانتخابات المبكرة في معدها المقرر في السادس من حزيران المقبل إلا أن التحشيد المبكرة بدى واضحا في الأيام الماضية وتجلى ذلك في عودة الزيارات الميدانية للسياسيين والنواب وزعماء الكتل إلى الأحياء الفقيرة والعشوائيات وتجدد خطب مغازلة الشارع وتكرار وعود الخدمات والوظائف وبدى واضحا تحشيد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أكثر من غيره من الكتل في هذه الأنشطة لا سيما بعد إعلان قيادات فيه عزم التيار الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة قيادي بارز في التيار الصدري أكد بدأ التحضير الشعبي للانتخابات التي يسعى التيار فيها للحصول على ما لا يقل عن مئة مقعد في البرلمان بشكل يمنحه حق تشكيل الحكومة معتبرا أن زمن حزب الدعوة والمجلس الأعلنتها بسبب فشالهم في إدارة الحكومات السابقة في المقابل اعتبر عقيل رديني النائب في اتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي اعتبر حديث التيار الصدري دعاية انتخابية مبكرة لافتا إلى أن جمهور التيار ثابت وواضح حيث لم يحصل التيار الصدري على أكثر من أربعين مقعدا نيابيا في كل العمليات الانتخابية السابقة وشهدت الساعات الماضية موجة تعليقات وانتقادات من قبل ناشطين على الإعلان الأخير لمقتدى الصدر حول مشاركته في الانتخابات المقبلة على الرغم من أنه كان قد أكد سابقا وأقسم أن تياره لن يشارك فيها ويرى متابعون أن التيار الصدري يعول على الجمهور العقائدي الذي يتبع زعيمه لأن غالبية للقوى السياسية وتحديدا الشعية منها فقدت تأثيرها على جمهورها لا سيما بعد تكشف المزيد من ملفات الفساد والقمع الذي مارسته الأحزاب والميليشيات بحق متظاهري ثورة تشرين بمناطق تعتبرها تلك الأحزاب عمقا شعبيا لها ويؤكد مراقبون أنه حتى لو حققت تيار الصدري مقاعد تؤهله للفوز برئاسة الحكومة فإن مقتدى الصدر سيفضل رئيس حكومة يرشحه هو من خارج التيار لأنه لا يرغب في تحمل مسؤولية أي فشر حكومي لكي تتواصل سياسة اللعب على حبلي السلطة والمعارضة التي اعتاد التيار الصدري على ممارستها ترجمة نانسي قنقر